السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة اليوم بدنا نزرع النعناع بطريقة فريدة أول شي بدنا نجيب حزمة نعناع من البقالة بعدين نجيب قنينة شفافة ونثقبها من كل الجوانب بهذا الشكل ونترك بين الثقب والثقب تقريبا ثلاث سنطي وأيضا نثقبها من الأسفل مشان وقت السقاية المياه الزايدة تتصرب من الأسفل مثل ما لكم شايفين ثقبت القنينة من كل الجوانب بهذا الشكل بعدين نجيب حصى ونحطه بأرضية القنينة هذا الحصى ضروري أنك تحطه بأرضية القنينة فوق الحصى بدنا نحط تراب لو حطينا تراب مباشر بدون الحصى التراب بده ينزل أرض القنينة وما رح تطلع المياه الزايدة لذلك احتمال كبير التربة تعفن والنعناع اللي بدنا نزرعه بده يبس هاي هي حزمة النعناع مثل ما لكم شايفين بدنا نجرد حزمة النعناع من الأوراق تماما وبدنا ناخذ آخر 6 سنطي أو 7 سنطي من كل فرع بهذا الشكل نشيل منه كل الأوراق ونترك فقط ورقة أو ورقتين نهاية الغصن وبإمكان نزرع بهذه الطريقة متى ما حبينا سواء بالصيف أو بالشتاء أو بالربيع أو بالخريف جميع فصول السنة تصلح لهذه الزراعة وحزمة النعناع هاي اللي جبناها رح تكفينا للمنزل طول السنة لأنه النعناع مثل البغدونس انت لو زرعته مرة وحدة تقدر تستخدمه لأكثر من سنتين وثلاث وراح ندخل الأقصان اللي أزلنا منها الأوراق بهذا الشكل بعد ما ندخل الأقصان تماما نجيب التربة ونعبي القنينة بشكل جيد بعدين نسقي التربة مثل ما لكم شايفين هذا شكل النعناع داخل القنينة وشوفه منظر القنينة ما أجمله طبعا بعد شهرين أكيد النعناع رح يمد ورح يصير المنظر أجمل طيب إحنا جبنا القنينة وثقبناها وجبنا حزمة نعناع وأزلنا عنها الأوراق وزرعنا النعناع حاليا بدنا نعبي القنينة تربة هذا الشكل بهاي الطريقة تقدر تعبي القنينة تربة كل سهولة وبدون ما تتعذب وهاي الطريقة سهلة جدا بإمكان أي شخص منكم يقدر يزرع النعناع بهاي الطريقة الجميلة أول شي رح ياكن نعناع بلدي نعناع طيب مو مثل النعناع اللي رح يشتريه من البقالة ثاني شي رح يكون عنده المنظر جميل جدا يعني أنت لو زرعت نعناع بهاي الطريقة بإمكانك تخلي هاي القنينة على الشباك بالمطبخ عندك أو على البلكون متى ما حبيت تاكل نعناع طري تازة تقدر تقطف من هاي الأوراق وبعد فترة الأوراق رح تجدد طيب حاليا بدنا نعمل اختراع مشان نقدر نسقي النعناع اللي زرعناه بالقنينة بدنا نجيب حي الله أداة بهذا الشكل تكون حديد وتكون عريضة شوي بعدين بدنا نجيب قطاتين أو سكرين بهذا الشكل نلصقهن على الحديدة اللي حميناها بشكل جيد بعدين مباشر نلصق القطوات على بعضهم بهذا الشكل مشان يلحمان على بعضهم بعدين بدنا نثقب القطاتين بهذا الشكل مشان نوصل القطاتين مع القنينة وبعدين بدنا نجيب القنينة اللي قطعناها من الوسط بدنا نركبها على القنينة بهذا الشكل بعدين نعبي قنين اللي قطعناها مي بهاية الطريقة والمي بدها تتقطر وتنزل على التربة بهذا الشكل ويفضل بالمرحلة الأولى من زراعة أقلام النعناع إنك ما تكثر من السقاية وبعد مرور ستين يوم صار عندنا النعناع بهذا الشكل وهذا النعناع مثل ما ذكرت لكم نعناع بلدي بعد مرور ستين يوم الأقصان اللي زرعناهن بلش يتشكل منهن جذور بهذا الشكل وبعد فترة النعناع رح يمد ورح يطلع منظر جميل جدا مثل ما لكم شايفين الأوراق خضرة وإحنا كل فترة نشيل منهن ويرجعان إجددا من جديد طريقة زراعة النعناع سهلة جدا أنا زرعت بهاية الطريقة مشان الأخو المتابعين اللي ما عندهم أرض يزرعون بها يتعلمون هية الطريقة وينفذونها والنعناع رح ينجح عندهم مليون بالمية لأنه هية الطريقة مجربة إن شاء الله تكونون استفدتم من هذا الفيديو ولو بمعلومة واحدة كان معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته